هاي فريبادي هاواريو اهلا بكم من جديد متابعين كونات ميس انجليزي معدنا النهاردة مع ابطال خمسة ابتدائي وهنعمل فاينال ريفيجن مراجعة نهائية على منهج كوننكت بلس لو حابب ان ما فيش حاجة تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا دعمنا بسبسكرايب اشتراك الكلمة اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو وما تنساش اللايك والشير نبدأ باسم الله ومراجعتنا ان شاء الله هتبقى من ملحق الباهر افتح معايا ملحق الباهر على تيست 5 الامتحان الخامس وحل معايا السؤال الاول والتاني في الامتحان بيبقى عبار عن سؤال listening سؤال استماعي الطالب بيسمع تيكست قطعة ويبدأ يختار على اسسها يلا بينا نحل السؤال الاول listen and choose the correct answer from APC or D number one in some ways في بعض الطرق humans are similar to plants يعني الانسان او البشر بيشبهوا النباتات our ايه من تحت هنختار ايه من تحت move blood away from our heart طبعا arteries اللي هي الشرايين number three our carry blood to the heart بيحمل الدم للقلب طبعا هو veins اللي هي الاوردة number four we don't use we don't use any like plants do زي ما النباتات بتعمل طبعا احنا ما بنستخدمش carbon dioxide ثاني oxydic carbon السؤال التاني برضو سؤال listening بس tickets وعليها answer يعني اسئلة السؤال بيقول what do the brakes do brakes كن اخدناها معناها الفرامل الفرامل احنا بنستخدمها في ايه؟ طبعا احنا كن اخدنا الدرس ده اخر unit في المنهج ماذا هنستخدم الفرامل يعني اللي بقول ان الفرامل دي بتبطأ او بتتوقف العجلات بتاعت العجل او الكوتى باعت العجل لو هو عايز تزود سرعته هيعمل ايه السؤال الثالث عندي كلمات اللي هي باللون الأخضر هنقراها عشان نزلها تحت ايت اكلها فاونت وجدها ديناسور ديناسور مونتنز جبال هوم بيت الدالك بتوين جرامبا الجد و دونيا و في طارق الجد بيقول ماذا تفعلوا غدني اطفال دونيا قتلو we are going into with dead احنا هنروح فين طبعا هم هيروحوا المونتنز يعني الجبال با كلمة مونتنز هتنسل there were dinosaur bones في عظام dinosaur in the mountains يبقى انا حطت كلمة مونتنز عشان كلمة مونتنز اللي تحتها في الجبلة طارق اللي what would we do if we dinosaur bones ماذا نفعل لو ايه لو وجدنا طبعا عظام وجدنا يعني found if we found dinosaur bones لو وجدنا عظام ديناسور دونيا قتلو so i would take them انا اخدهم هم يعني انا اخدهم للبيت here the shovel يعني shovel يتفضل الجروف let's start digging يلا نبدأ الحفر look i have found a bone نزوري انا لقيت عظمة is it a bone is it a dinosaur bone لو انت من الابطال ولسه مستمر معايا في مراجعة connect plus 5 خمسة ابتدائي دعنا بسبسكرايب اشتراك الكلمة اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو ما تنساش اللايك والشيل ده معاد سؤال التكست التكست اللي هي سؤال القطع هنقرها كوازي جدا ونفهمها عشان نحل عليها تحت القطع بتقول there were many natural resources in ancient Egypt كان يوجد مصادر طبيعية كثيرة في مصر القديمة Egyptians مصريين used honey to make medicine استخدموا العسل لصنع الدواء it was very important for helping with problems with the skin and eyes or eyes يعني بيقولك ان العسل ده كان مهم في ايه في انه بيساعد في حل مشكلات العين والجلد there are hieroglyphs كان فيه كتابة الهيروغليفية and ancient temples في المعابد القديمة which show people keeping peace ده كان المعابد دي او الكتابات دي بتورينا ازاي الناس كانت هي محتفظة بالنحل people used بابايروس بابايروس انها استخدمت وراء البردي عبر عن ايه وراء البردي it's a strong plant يعني نبات قوي to make things such as baskets and sandals بعملوا منه اشياء زي الباسكت وكمان الصندل لي الصندل but لكن the most important thing people made from it was بابايروس 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 لكن اكتر حاجة مهمة صنعوا منه اللي هو الوراء استخدموا ايه عشان مشكلة الجلد طبعا استخدموا honey العسل استخدموا كلمة تحتها خط لها كلمة ancient كلمة ancient اصلا معناها قديم هي هي بتساوي كلمة ancient old قديم برضو السؤال بعد كده who used honey to treat healthy problems من استخدم العسل لكي يعالج مشكلات العين والجلد طبعا من هما ancient Egyptian المصريين القدماء ancient Egyptians او او ايجيبشان وخلاص number 4 what was بابايروس used for البابايروس وراء البرده استخدم طبعا هو استخدم عشان نصنع منه basket sandals and paper وراء هنزل اجابات تحت لو مش هنزل هنكتب عليها number 4 يبقى يبقى انشانت ايجيبشان يوز بابايروس to make basket sandals and paper الاجابات دي هنحط عليها number 4 يلا بينا عالسؤال اللي بعد كده وده سؤال choose سؤال اختياري السؤال الاول بيقول we metaman work as a doctor طبعا we metaman احنا قابلنا رجل رجل ده يعتبر عاقل فانا هستخدم who الذي number 2 where have you طبعا have وهاز بيجي معهم ال pb التصريف التالت اللي هو اسمه pin if i the king i would خد بالك بص على الجملة التانية فيها will يبقى انت تختار في الجملة الاولية الفعل في المصدر او الفعل مع اس present symbol طب لو الجملة التانية فيها would زي اللي قدامنا يبقى انا هختار في الجملة الاولية الفعل في second form في التصريف التاني يبقى انا هختار مت سلم can swim can she لو انت من الابطال ولسه مستمرة معايا في فيديو مراجعة النهائية ابطال connect plus 5 ابتدائي دعمنا بسبسكرايب وما تنسى اللايك وشير السؤال اللي بعد كده سؤال order يعني رتب عند crater يعني فواها ذا نجورو نجورو is square kilometers 260 طبعا هنبدأ الترتيب ب ذا نجور نجورو crater يعني فواها بركان نجورو نجورو is 260 square kilometer number two lives what in forest mangrove طبعا هنقول ايه what lives in mangrove forest يعني ما الذي يعيز في غبات المانجروف السؤال بعد كده سؤال ريدر سؤال القصة قصة جباري هنحط اما true أو false جباري was born in ود الجمال جباري اتولد فوادي الجمال طبعا اجابة true صح اكاشا trees اشجار don't need gazes لا تحتاج الغزلين طبعا false كب بتحتاج الغزلين number three the first animal جباري made was deogong اول حيوان قبله جباري deogong طبعا اجابة true صح lake ناصر is a natural lake بحيرة ناصر دي بحيرة طبيعية طبعا اجابة false demand made يعني من صنع الانسان هنكمل story أو نكمل reader القصة جباري was and curious طبعا was brave كان شجاع ومحب الاطلاق يبقى نحط brave the mountains اول ما تلاقي كلمة mountains القبال كانت too steep منحدرة جدا